لا تريد أن يلعب في السعودية لماذا؟ اتحجت دمانه صلاح فتح الباب رجل ما أورض عليه 200 مليون استرلين هذا كلام عندما يتسمع في أوروبا أكيد سيبقى وجهة النظر ان هذا بيها الرجل الذين يذهبون للدور السعودي هؤلاء دولتي إما لعبة عواجيز أو منعدم الطبور كل الناس الذين يتحاجم الدور السعودي وعلى رأسهم جيمي كارجر أنتم منفقون لكن علي أن تظهر عليك كم سنة ونظهر على نفسك أنا أرى أن الدولي السعودي يضم نجوم أكثر من الدولي فرنسي هل التجربة السعودية ممكن يكون مقالها مثل التجربة الصينية؟ لا يوجد وصيلة إعلام محلية أو عالمية إلا لو تتكلم اليوم عن الدولي السعودي لعبة ما كنا نحن نحن من هي تلعب في السعودية بقى موجودين اليوم في الدولي السعودي ونقدر نرى في أي وقت محمد صلاح اتعرض عليم 2 مليون استرليني ورغم ذلك لم يذهب إلى السعودية هذا كان صح؟ هذا كان غلط؟ رئيس الويبا كان محق لما قال أن اللعيبة التي تذهب إلى السعودية هي اللعيبة من عدم الطموح والعواجيز حاجات كثيرة جداً سنتحدث عنها وأبرزها التجربة السعودية في الرياضة وفي تحديداً في كرة القدر مع النقد الرياضي عمر شوق زكا عمر زكا مجد عمل إيه الحمد لله كله ما الذي يحدث في السعودية؟ دعنا نبدأ من الآخر محمد صلاح قالب الدنيا من أول عندما سوق الانتقالات في الدولة السعودي قفل في نسبة هجمه وفي ناس بتأيضه تقول لك والله ده راجل إزاي ميروحش مش عايز يلعب في السعودية ليه؟ التحجيات دماله تعالد على أكتر من كده إيه؟ راجل ما عرض عليه 200 مليون استبلين ونحية تانية ناس بتقول لك لا ده طموح ده عايز يخد البالون دور ده عايز يكمل في الدورة الإنجليزية أقوى دورة في العالم هو كان صح؟ كان قرر محمد صلاح صح ولا غضب؟ قرر محمد صلاح أعتقد أنه لو كان صح ولا كان غضب لأنه أصلاً لم يكن قراره هو راجل مرتبط مع ليفربول بعقد ممتد لسه فيه مسمين فمصير صلاح بالكامل في إيد ليفربول الحالة الوحيدة التي ممكن محمد صلاح فيها كان يكون مصيره في إيده أنه يتمرد على قدرة ليفربول ويقرر أنه مثلاً أنا لا أخضر التدريبات أنا أريد أن أذهب إلى السعودية فقط مع الإخراءات المادية الضخمة أرقام فلكية لا يمكن أن نسمع على أرقام فعلاً غريبة لماذا محمد صلاح لم يأخذ هذه الخطوة؟ كان ممكن أن يؤمن مستقبله ومستقبل أحفاد 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 صحيح لكن لم يأخذ هذه الخطوة لأنه ببساطة لو أخذها سيخسر جمهور ليفربول دعنا نتكلم أسألك سؤال ما هي فرصة العمر بالنسبة لحمد صلاح؟ أنه يعيش ويموت أسطورة ليفربول أم فرصة العمر أنه يأخذ 200 مليار من السعودية ما هي فرصة العمر فيهم؟ والله حسب حسب المنتاريته كما قبل المنتاريته يفكر كيف؟ يفكر في الفلوس أم يفكر في التاريخ؟ لا محمد صلاح طول عمره نوعية اللاعب الذي دائما فكرة التاريخ وفكرة أنه يبقى أسطورة ليفربول حضرة في ذهنه لذلك كان صعب جدا جدا أنه يتمرد على ليفربول بعد كل جمهور اللاعبول عمله والأغاني والأغاني والاحتفاء به صعب جدا أنه يتمرد ويقول لا أنا أريد أن أذهب إلى السعودية لأن العرض المالي كبير وأنا أريد أن أأخذه هذه التاريخة لكن أنت رأى أن من ناحية المبدأ صلاح لم يكن لديه مشكلة أنه يلعب في الدورة السعودية فهو لو كان صلاح لديه مشكلة لم يكن لديه المفاوضات سأخذ هذا الوقت هذا الوقت هذا المفاوضات استمرت لم يكن لديه شهر لو صلاح أصلا رافض لم يكن لديه استمرت شهر كان موضوع عفل اه كان موضوع عفل لكن صلاح فتح الباب فتح الباب لكن في نفس الوقت لا يضغط بقوة على أقدارة ليفربول لكي توافق وفي باله أن أوروبا بدأت تفضى من بعض النجوم وبالتالي هو ممكن يحقق إنجازات الفترة الجاية لم يكن يستطيع أن يحقق قبل ذلك عندما كان رونالدو بنفسه وكان فيه ميسي وكان فيه وكان فيه دلوقتي إنه جون بيقله وبيروح السعودية وامريكا وغيره ففي النهاية لو كمل عنده فرصة أنه يطور من أرقامه ومن إنجازاته الفردية الغريب إن أرقام صراحة في الدور الإنجليزي المسلم اللي فاتم كانت شيئا أحسن حاجة ورغم ذلك دخل في الطب 5 طرشحات الكرة الزهبية ممكن يعملها يعني حتى الأسماء اللقصاده المرادة مش بدخامة كل مرة ممكن لكن في رأيه صعب يعني الأرقام اللي حققها والبطولات اللي خد لا تقهلوش من إنه يعمل المفاجأة الكبيرة دي لكن هل ممكن في المواسم الجاية مثلا المسلمين الجايين هل ممكن يحقق فيهم حاجة؟ هذا اللي نشوفه خلينا نطلب محمد صلاح لنقطة تانية متعلقة به بردو رئيس لويف قال اللي يروح الدول السودي دولت يا إما لعيب عواديس أو منعدم الطموح هذا حقيقي؟ يعني لو بصنا كده يعني أنت كنظرة ناقد رياض وبصت كده اللعيبة فعلا لرحة الدور السعودي هل أنطبق عليها الكلام؟ لا سيبك مناقض رياضي خالص فيجا رايح من سلتافيجو لأهلي جدا وعنده واحد وعشرين سنة ومهيبة سعيدة وكل أنديد ربا ببص عليه راح السعودية راح أهلي جدا فهو بنفسه بيلفت نظر المجتمع بتاعه أنا جماعة الموضوع مش بالبساطة لأنتو بتوضحوها دي موضوع مش فلوس بس اه مش بس كده ريوفردناند استور الدفاع يونايتد وإنجلترا طلع عمل بودكاست زال الحاملين واليوتيوب عنده وقال فيه كلم كل الناس اللي بتهاجم الدور السعودي وعلى رأسهم جيمي كارجر قال لهم أنتم منافقون وبودكاست بقى مدة طويلة قاعد بقى يهاجم طول البودكاست ووجة نظر وإيه؟ ووجة نظر قال لهم طب الإنجلترا طول عمرها الدور الإنجليز طول عمره عمال يجيب أغلى اللعيبة وأهم اللعيبة اللي في بلجيكا واللي في تركيا واللي في البرتغال واللي في أسبانيا ويدموهم لي طب ما معنى دلوقتي عندما السعودية عملت نفس الشيء قاعدين تهاجموا حجم الإنفاق السعودي على كرة القدم وأنها بتبوز السوق ومعنى لا تجعلني أديك مثال هنا هنخش في الكرة المصرية ونرجع نفسه الثاني لو تفتكر معي الأهلي طول عمره أكبر نادي في مصر مع الزمالك لكن طول عمره أغنى نادي ويجيب اللعيب اللي هو عايزه لما دخل برامدز في المعادلة في الأول لم تكن الناس متخيلة للموضوع وقد تجد بعض الإعلاميين أو في الإعلام الناس بطلعت هاجم تقول ده برامدز سيبوز كرة المصرية لماذا سيبوز كرة المصرية؟ أصله رفع سعر اللعيبة هو سوق رأسمالي وأي حد يدفع بيشتري المشكلة لكن هنا عندي تعطيب صغير جدا في أوروبا يسيطر عليها شيء اسمها القواعد اللعب المال النظيف يجب أن تحقق أرباح موضوع ليس شيك مفتوح شيك عربية تجيب اللي أنت عايزه في الوقت ما أنت عايزه هناك أندية مملوكة الأسرياء أعراب ورجال أعمال بالنسبة لهم الملايين فالأول موضوع مفتوح سأصرف وأجيب أي شيء في الدنيا ممكن يكون واجه الانتقاد هنا أن السعودية تصرف كثير على شيء ليس ضمن أنها تحقق منها عاية رغم أن أندية الدورة الإنجليزية عندما تصرف فهي تعرف أن تجيب الفلوس دي تاني تجيبها من منية رافض من حقوق التلفزيوني من شرطات اللعيبة من تذكر المباريات عندهم حضور جماهير رهيب من مئة شيء تجيب الفلوس دي ممكن هنا الانتقاد أن القواعد الذي لدينا ليس منطبقة فبالتالي لديكم سوق مفتوح وهذا مقارنة ظلمة أنتم تفتحوا مزاد لأننا مربوطين بقواعد لا بمال نظيم لا نستطيع أن نتخطيها فهنا الرد رقم واحد ننتظر سنرى الدول السعودية سيحقق مكاسب تغطي هذه المصروفات أم لا سيحقق أعرف أن الناس كانت تقولي وغالبا لا سيحقق لكن أيضا لأن الأساطير الذين كانوا يقعبوا في أوروبا لكي تأتي عوائد وكي تتبع تشيرتات لماذا سأسألك هنا سؤال في آخر شهرين رأيت كم طفل ماشي في شوارع مصر لابس تشيرت رونالدو من المصر رأيت كم طفل رأيت كم طفل وعندما رأيت كم محافظة عدد كبير من تشيرت رونالدو هناك كم أسطورة هناك كم أسطورة العالم ليس كم أسطورة البرتغال ويونيت نمار الهداف التاريخي المنتخب البرازيل استواخدها من يومين ونمار موهبة نمار بالذات لعيب موهبة وعلى ذلك هو مشهور لأنه في لعيبة في البرازيل عملت إنجازات وقدمت لبلدها أكثر منه موهبة بيوري أي نعم عقله مبوظ موهبته لكنه موهبة نادلاً لما تجدها في كورة القدر فهو مستمد قوته ليس من إنجازاته ومستمد قوته من موهبه البيور لذلك هو لعيب فالتة وسبحان الله يوجد إنجازات أيضاً إنه اخترفته بليه والظاهرة طبعاً عنده إنجازات لبلده لبلده ما عملت لبلده ما عملت في النصر وفرمين وفرمين وبنزيمة وبنزيمة أسطورة تريام مدريد ومنتساة فرنسا لا يعني دول كلهم أساطير العالم كله بيجري وراهم بيجري ورا أخبارهم تشيرتاتهم بتتباع محتاجين بس يعني محتاجين نشوف ماتشاتهم فلا الدولي السعودي ممكن يكون رايح في حتة تانية هيجيب عوقت بس وممكن يجيب كذا وكذا وكذا بس بحسبات الأرقام يا عمرو أنت ناقد هل فعلاً السعودية ممكن نخسر تجربتها في هيا هتجيب كم؟ ولا أنا طموح بزيادة بقول ده جزء من مشروع دولة لا، السعودية ستقدر تجيب عائد كويس جداً من كل التطوير اللي حصل في الكرة السعودية لكن هل هذا العائد هيجي من الكرة بس؟ لا 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 يوجد سياحة مثلا ممتاز النقطة نعم هو اللي يحصل في السعودية مش هيزود معدل السياحة في السعودية 100% صح هل ده هيدخل عوائد أم لا؟ هيدخل طب اللي يحصل في السعودية مش هيخليه مثلا ينظموا كسر عالم ممكن طبع لو خلال اللعيبة دي صفرة للملف السعودي لا لعبة دي صفرة على السوشيال ميديا وتأثير دولي كبير طبعا لكن هناك نقطة هنا أن المشروع السعودي حاليا تحس أنه مشروع دولة كل شغال عليه لأنه لو هو مرتبط بشخص واحد ممكن ما يلاقيه نفس النجاح لكن لو هو مشروع دولة كل الكينات تزق فيه وتدعم فيه فهنا ممكن يكون مكتوب له النجاح وهنا لازم نأخذ بالنسبة هو اللي يحصل في السعودية ده فلوس بس أم فلوس وخطة لو فلوس بس فهو بالتأكيد محكم عليه بالفشل طب لو فلوس وخطة لا هنا يبقى فيه احتمالية للنجاح أنا كنت رسا سأسألك السؤال ده عندنا تجربة كانت موجودة تقويبا شبعة التجربة السعودية من كم سنة وهي الدور الصيني أو تفتكر الدور الصيني من كم سنة جاب لعيبة بأرقام فلكية فلكية والصين قالت أنها ستنفس في المجال ده بشدة درجة أن الحكومة الصينية بدأت تخش في اختلافات مع الأندية المبالغ الطائلة اللي بينفقوها دي وفي الآخر الدور الصيني دلوقتي بنسمع عنه سمعين عنه في أي حاجة هل التجربة السعودية ممكن يكون مقالها زي التجربة الصينية كده فوران كده زي فوران اللبن في وقت وبعد كده ينزل وخلاص شكرا حتى الآن الشواهب بتقول أن البحثة في السعودية مختلف تماما عن البحثة اللي حصل في الصين رقم واحد هل انا رأينا الصين جابت كم الأساطير واللعابة الكبيرة دي وقت واحد في الدور الصيني ده محصلش فهو أصلا فين وجه المقارنة أنا عارف أن ده يتقال كثير في الإعلام والأوروبيين تحدي هجومهم بيكون لتجربة صينية جديدة والذي قال الكلمة دي بالنص كان الكساندر تشيفرن رئيس الاتحاد الأوروبي قالها بالنص لتجربة صينية جديدة لكن هذا ليس صحيح في رأيي هذا ليس صحيح حتى الآن من اللي أنا شايفه حتى الآن التجربة الصينية أولا كانت مرتبطة بشخص هو رئيس الجمهورية عندهم رئيس الجمهورية يحب الكرة الشعب الصيني أنا لا أقول لك الكرة ليس لعبة شعبية أقول لك لا لأنك لعبة شعبية بس في حاجة تانية تتنفسها ينجبونج بقى أقل وفور ورياضات تانية الصينيين مهتمين بيها أبي الله رحمه كان دايما يقول لي عشان تعرف هذا الشعب الرياضة الشعبية الأولى عنده إيه شوف الطفل يلعب في الشارع يعني مثلا في أمريكا في بعض المناطق الشعبية تلاقي إيه في بسكت عشان الأطفال يلعبوا بسكت في الشارع فدي لعبة شعبية هناك في مصر وفي السعودية لو فيه حاجة تتلاقي في الشارع أو في الأمدية هي كرة القدب هي اللعبة شعبية والصين موضوع مختلف شوية زاد إن فيه كتاعات كبيرة من الصين بيفضلهم أن ابنهم بدأ ملعب رياضة لا يشتغل في مهنة يشتغل في حرفة يتعلم تكنولوجيا حاجات تانية ثقافة الشعب ليس مؤهلة أصلا لإستقبال التجربة فدي نقطة إن كانت متطلبة بشخص إن ثقافة الشعب وموضوع الشخص ده ليس عادي سأقول لك إن مرة رئيس الصين راح سافر إنجلترا راح زار بطلب منه راح زار منشاطر سيتي وحتى فيه صورة مشهورة كده لأجويرو واخد سيلفي مع رئيس الصين صورة جريبة العيد كورة واخد سيلفي مع رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية دولة عظمة وهو رئيس بتاعها بحب الكورة يستثمر في كورة القدر يروح يشتري نادي يروح يشتري حتى أندية برا الصين فصرفوا أموال طائلة ومجمعوش ودي نقطة الثالثة إن حجم المصروفات مكانش متوازن مع الأرباح مفيش مقارنة فالمشروع خسر السعودية ممكن يقول لك في النقطة دي بإزاي؟ ده بقى اللي كنا نتكلم فيه هل أندية السعودية تنجح ولا مش هتنجح؟ بعض شباب تقول إنها لا ممكن تنجح وممكن تنجح مش بس على مستوى الكورة على مستوى القطاعات التانية زي اللي كنت بكلمك عن السياحة كنت بكلمك عن تنظيم كراس العالم لا بس خلاننا في الكورة الدول الصعودي ممكن عوائد البس بتاعته بعد كم النجوم دي وحيقدر يرم الفلوس اللي الدفع في البلد لو المشروع استمر سنة التانية هيبتدي الناس تتفرج على دول الصعودي واللي قال الكلام ده مش أنا ده نيمار طب صعويل معلش تاني نيمار كان في المؤتمر الصحفي قال تصريحات هو خريبك وخارج من باريس سنجرمان باريس بيوضع وقول لك أسطورة باريس سنجرمان ينتقل إلى الدول الصعودي ومع ذلك صراح وقال أنا شايف إن دلوقت الدول الصعودي بيدوم نجوم أكتر من الدول الفرنسي خليبك من حاجة الهدف الأساسي من الدول من اللي بحث في السعودية ده قال لك من أهم عشر دوريات ده هدف عجبني جدا لأنا هضف وقعي لأنها تبقى من أهم خمسة لأنها تبقى من أهم خمسة لأنها تحتمى من الدقوعات الناشئين حاجات تفصيل كثير جدا لكنه حصل فعلا إنه بقى فيه لعيبة مهمة زي الدوليات الخمسة الكبرى ونيمار قال لك أنا شايف إن الدول السعودي بيدوم لعيبة أهم من الدول الفرنسي اللي هو من الخمسة الكبرى فلماذا ليس بعد سنة واثنين وثلاثة سيبقى الدول السعودي يجب عقد بس لدى الدول الفرنسي ليه لا؟ لأن ده ممكن ممكن جدا طيب يا عمر لما جئت السعودي تأسس لتجربتها اعتمدت على أهل السطة أم أهل الخبرة؟ تمام هي مبدئيا حطوا خطة من ثلاث بنود رئيسية تحتهم كلام كتير بس أنا هكلمك عن مدود الرئيسية دي وعرفوا يختاروا مين ينفذ الخطة دي وأشرح دا دلوقت أولا الخطة كانت من ثلاث بنود رقم واحد تطوير العمل الإداري في الأندية السعودية عشان يبقى العمل فيها اخترافي ويبتدي من تحت تطلع كواعد ناشئين مميزة تخدم الدول السعودي والمتخب السعودي وما إلى ذلك فرقم واحد تطور العمل الإداري رقم اثنين جلب نخبة من اللاعبين العالميين الدول السعودي عشان يرفعوا حكمة السوقية وعشان يطوروا مستوى اللاعب السعوديين اللي هلعبوا جنبهم وبالتالي الدول السعودي يظهر بشكل مختلف تماما رقم ثلاثة والأخيرة تنظيم معدل الأعمار في الدول السعودي منها مثلا كان حاجة كان هو السن المناسب للمشاركة في الدول السعودي 18 سنة فيما أكبر ما ينفعش حاجة عام 17 سنة مثلا يشارك مع الفاري الأول فقالوا هننزل السنة الجاية بالمعدل ده من 18 إلى 16 سنة عشان يبتدي يندي فرصة للناشئين أكتر فالمستوى يتطور والناشئين ده لما يحتك برونالدو بقى ومانيه ويحتك ببروزو فيتش ونمر وكده مستوىهم هيتطور لكن أنا عندي سؤال هنا يكون العكس ده كم من المحترفين ده لما بيلعب في الدول السعودي ده ما بيقللش من فرص اللعيب المحليين ده ما يكونش طارد ليهم يعني أسلي ما عليش هيبقى رونالد موجود ومنيمار موجود وهلاعب سعودي على حسابهم سؤال جميل ده كمان ما يقصرش فيما بعد على المنتخب السعودي سؤال جميل أنا في رأيه هو ممكن يفيد الدور السعودي ويفيد المنتخب السعودي ازاي؟ هو أولا هما كانوا كام لعب أصلا قبل ما تحصل الهجة الخسرت ده كانوا كام لعب كانوا سبع مختلفين دلوقتي يبقوا سبع مختلفين هما كانوا سبع مختلفين السعودية راحت غربة الأرزنطيب في كسعالة مظهرت بشكل كويس ممكن تسعب من مجموعتهم مجموعة ثمانية يعني اختلف ما؟ ما اختلفش حاجة كثيرة لا بس ثمانية من العائر التقيل جميل فهما جايين من بره كده من الطيارة ضمنين مكانهم في التشكيل انا افترض ان الثمانية هلعب أساسي وانت كده بقى عندك اربع العيبة في الهلال واربع العيبة في النصر واربع العيبة في اهل جدد واربع العيبة في الاتحاد يا عم المراكز انت تشوف هما جايبين في مراكز عامة ازاي؟ مخالطين بشكل مباشر في الملعب في تشكيل اساسي للعيبة عالميين بهذا الحجم فانت ما يبقى عندك كمية اللعيبة اللي في كل فريق مخالطة لكل النجوم دول اكيد مستواهم هيتطور عقليتهم الاحترافية هيتطور اغلب الصفقات تصب في الهجوم مخط الوسط لا ده مش حقيق اغلب الصفقات ده مش هيأثر اغلب الصفقات في المنتخب السعودي مثلا لان اللعيبة هتبقى ذكة يعني في اغلب الاندية اللعيبة في المراكز دي تقول سيزون هتبقى ذكة تقريبا ده مش هيأثرهم بالسلب على المهم هم في حاجات كده كده احنا مضطرين نستنى نشوفها يعني ما قدر شديك مثلا اجابة نهائية ان لا بشكل حاسم المنتخب يتأثر بشكل حاسم مش هتأثر بس هو ممكن يكون في نسبة تأثير وممكن يكون في نسبة فايدة انا كمنتخب سعودي راح اللعب منتخب انجلترا في كاس العالم شفت مثلا هاري كين قدامي انا مبارح كنت بصنع جلون رالدو انا تصدق الرهبة القصرة انا حادث مرمى سعودي روحت باللعب منتخب البرازيل لقيت قدامي نمار حبيبي اخوي انت في حتة مهمة جدا قصرت فاكر ايام المغرب اما صعدت القبل نهاية كاس العالم ها طبعا الناس كلها قالت السبب الرئيسي ان كلهم مش اغلبهم بقى يعني 90% منهم او اكتر لعيبة مخلطين لنجوم عالميين فما كانوا يحسوا بالرهبة قدامهم هم اصلا يلعبوا جنبهم كانوا ينزلوا قلبهم ميت احنا متضربين معاكم وحفظينكم مش داخلين خايفين من حاجة عشان نكون معتدلين بالحفق ممكن يكون في تأثير وممكن يكون في قد مفايدة فادي تعوض دي يعني انت متوقع في التجربة عموما ان الدور السعودي هنعكس اجاما على المنتخب السعودي ويزوقوا القدام يعني المنتخب السعودي ممكن نشوفوا الايام الجاية دي والشهور الجاية بيقدم مستوى ارقى واحسن من السنين اللي فادت بس الموضوع محتاج شوية وقت انا زي ما قلتلك هم لسه بيتورو كاسة الناشئين وجايبين مدرب عبكاري برضو يعني خبالة يعني راجل يعني علامة فواضح ان هم اخذين الموضوع جد او في كل المستويات ان كان دوري او ان كان منتخبات بس مش هنقول ان المنتخب السعودي هيتطور تطور رهيب في السنتين الجايين لا هيخد وقت لان انت لسه محتاج تطلع بقى قطعة الناشئين دي تختلط بالنجوم العالميين وتلع في الدور السعودي وهو قوي فتتخش المنتخب يعمله جيل جديد فده بيخد سنوات لكن في النهاية في الفين وثلاثين مع قليبالك الخطة السعودية دي هي جزء من الخطة تانية رؤية عشرين تلاتين ايه بالزبط يناس فاكرين ان اللي بحس في فكرة السعودية ده قائم بذاته لا هو مش قائم بذاته هو جزء من رؤية عشرين تلاتين في عشرين تلاتين اعتقد المنتخب السعودي هيكون تحول لليبي الاعلى دي نقطة النقطة التانية ان احنا ما نتكلم على رؤية عشرين تلاتين فالموضوع ايضا مشكورة انا قرأت خبر غريب جدا ايه قولي استغربت له ان فيه حاجة زي اندماج كده ما بين دور الجولف الامريكي ودور الجولف السعودي ايه ده وفيه دور الجولف في السعودية اصلا ده اشتروا يعني حسب بسمية الخبر مش عارف تصحح لي ده السعودية اشتريت حقوق هناك اكبر دور الجولف او حاجة زي كده بص انا مش عارف اصحح لك انا متبعتش اصلا يعني الموضوع كان غريبا كانت حاجة غريبة جدا السعودية تستصبح كمان في ودير يده شعبية هناك في امريكا ايه ده السعودية واخدة كل حاجة بخطوات بعدها بيومين بعدها بيومين السعودية تستضيف كرميلا وان حاجة جديدة خطط الموضوع شامل الموضوع مش بس منصبع على كرة القدم لان هناك حاجة غريبة اسمعت عنها مش عارف انت صحح لي فعلا السعودية نوية تطور كرة القدم النسائية فعلا فيه تطوير هائل لكرة القدم النسائية السعودية بس محدش حسس به لان كله مركز على بيحصل في كرة القدم فعلا لكن اللي بيحصل ان فيه تم رصد مبلغ اتفاجهت جدا اما سمعته خمسين مليون ريال سعودي لتطوير كرة القدم النسائية هو في الحقيقة الرقم مش كده هو الرقم الالحقي تسعة واربعين مليون وتسعمائة وعشرين ألف ريال سعودي ماذا تطوير هذا اللفت نظر جاءت على الثمانين الف الفضلين في نوم الخمسين مليون هذا هو وريك التخطيط هم قاعدوا حسبوا حزبة معينة وانا هم محتاجين كذا وكذا جمعوه احنا محتاجين تسعة واربعين مليون ولكن عفا مجازا قالت لك خمسين مليون لكن هم تسعى الرقم كما قلت لك النقطة هنا ان الرقم ده يصرفوه على ايه زي ما في كرة القدم راحوا جابوا ايمينالو اللي كان مدير الرياضي التشيلسي الانجليزي حق معنا جهات كبيرة علشان يبقى هو المدير الرياضي للدوري السعودي وينفذ الخطة اللي احنا اتكلمنا عنها شوية برضو راحوا جابوا لعيبة كرة القدم نسائية في منتخب ألمانيا سابقا اسمها مونيكا ستاب واشتغلت برضو في العمل الاداري وعندنا جهات كبيرة وكان يتلعب في نادي باريس انجريمان زمان علشان تمسك تطوير كرة القدم النسائية السعودية يعني الموضوع مش شو ليس موضوع ان احنا بس للدعاية ان احنا عندنا كرة القدم النسائية ده في اسرار هزمت لك انه مش شو انهم بعتوا مثلا مدربة وطنية سعودية خدت رخصة بي من اتحاد الأوروبي كرة القدم ده في رجال ما خدوهاش وما خدوهاش من بلدهم مش من اتحاد الأوروبي بعتوا مدربة تانية وطنية رح اتخذت عملت معايشة في النرويج البلد طلعت هلانت وفي كرواتيا البلد التي هي تالت كسر عالم الأخير وتاني كسر عامل قبله عملت معايشة هناك ورجعت تاني دلوقتي بقى فيه ما يقرب من تلاتين مدربة وطنية سعودية تلاتين مدربة هل مصر فيها عشرين او عشرة مدربات انا مش عارف اتمنى يكون فيه بس انا مش عارف فيه بس انت متخيل المدواصل فيه دلوقتي بقى المرأة السعودية المكانتش قريب بتسوق وما كانتش بتخرج من بيتها لب زي معين وما كانتش وما كانتش دلوقتي المرأة السعودية مدربة ولاعبة ده الموضوع ده تطور غريب يعني الوضع في السعودية بأمانة انا عايز اقول لك على حاجة غريبة جدا فيه ناس انا شايف على السوشيال ميديا تعليقات غريبة جدا ناس عبنا تقول لك ايه الفلوس اللي انتم بتدفعوها دي بطون الفقراء اولى اولى ايه يعني انا بحس ان فيه تصيد لان اقصده للتجربة السعودية يعني انا واحد من الناس لما بسمع النجاحات دي بتحصل في السعودية ببقى فخور جدا والله بيقولوا والله رفع عليهم ان هم عندهم حلم وامن ويهو وصدقوا وبيتطبق على الارض الوقت مش بيتطبق في الرياضة بس فيه شركات عالمية لا تعدوا ولا تحصى بدأ تفتح مقرات في السعودية السعودية بقت قوة فعلا اقليمية مؤثرة جدا فهو عندها تجربة اقتصادية رائدة فبستغرب من الناس اللي بتقعد تقولك ايه الفلوس اللي بيصرفوها دي ايه البازغ ده هو مش ده حق مشروع لاي دولة خليني اتكلم في الرياضة عشان ما نتطرقش عشان مش هستطرق بس ده مش حق مشروع ان انا يبقى عندي حلم وامن بيه وكمل فيه يعني الموضوع هنا عمر مش التصايق ده انت بتحسه في السوشال ميديا ساعات ولا انا بس مثلا بتقعد قدامي كده منشورات او وسطات غريبة ده تصايق ده موجود والكلام اللي ناس بتحب تسمعه ان ايه الصرف ده كله ومش عارف ايه والكلام اللي ناس بتحب تسمعه ان مثلا اطلع مثلا التاريق على ان حصلت حاجة غريبة برضه ناس كتير تريقت عليها بس انا شايفها من منظور مختلف هي ان احنا شفنا تعاقد غريب جدا ان حصل في الدوري السعودي فيه ناس بتتتعاقد او بتجيب مدرب اجنبي او حكم اجنبي او لعب اجنبي لا هم جابوا مشجع اجنبي اهل جده اهل جده تعاقد مع كابو الرجاء المغربي اللي هو بيقود الالترس في مدرجات الرجاء عشان يجي يقود جماهير الاهل السعودي في المدرجات الدوري السعودي دي حاجة الناس كتير تريقت عليها وهي فعلا الحاجة مش معتادة وممكن الواحد يستغرب منها بس لو جئت تفكر فيها بشكل مختلف هو انت بتطور كل عناصر الصناعة المشكلة متطور المدرج دي عايز ينقل صورة جمالية وصورة للاندية الصعادية والله العظيم ده مستيبين حجر الظروف يا رجل ده حاجة جريبة جد ده واضح ان اللي بيخطط ده اهب الورقة والقلم بيبص على كل عناصر الصناعة ده اسأل حاجة ان ان انا احكد ده لسه اقولك كده ده اسأل حاجة ان انا التاريق وانت عشان معاك فلوس بقى تشتري مش عجع بقى وتشتري رونالدو بقى عشان معاك فلوس اسأل حاجة ان واحد يحضر بس اعلا بص عليك كم سنه وبص على نفسك بالضبط هتلاقي الامور بتطور وراحة في سكة تانية هتلاقي السعودية راحة في منطقة تانية فيه برضو نقطة عايز اتكلم فيها عشان برضو ما نبقاش بنمدح فيه اخطاق بتحصل يعني عندك مثلا انتحاد جدة عمل صفقة كانت اكبر يعني جاب لاعب كان اغلى لاعب في تاريخ انتحاد جدة انضم وشارك في تدريبات وشارك في مباريات وبعدين فجأة كده بصوا لقوا عندهم عشرة اجانب ومفودي بقى تمانية بس فقال لك ماشي ممكن يبقى حجازي برا قايمة لانه مصاد نمشي بقى مش هنمشي دي قصة تانية بس هو برا قايمة طيب نمشي مين تاني يالله ممشي جودة انت صارف عليه انت صارف عليه تلاتين مليون يورو عشان تجيبه بس لسه كلمك عمور التابو فانتهد قالت خلاص هنطلقوا عرق افتكروا في اخر نصف ساعة من اخر يوم في القيد انطلقوا عرق الاتفاق الاتفاق وافق راحوا عشان يعملوا الاجراءات الوقت سرقهم الاتفاق لك لا دفض نصف ساعة وانا ممكن مالحقش سسجله بعد ما اشتريه لا اعمل انا منسلها من السفقة فكده ايه فكده ايه توقيتها هيدي على الاتحاد التلاتين مليون اللي صرفهم والاكتر من كده ان اللاعب كان هياخد تلاتاشر مليون يورو سبعين مليون يورو سبعين مليون ايه فكده الاتحاد هيخسر سبعين مليون يورو طيب والكلام ده لما يتسمع بره في اوروبا طيب اكد هيبقى وجهة النظر ان ده بيهارربه ففي اخطاق بتحصل هي اللي ممكن تخلي السوشيال ميديا تتريق او تتكلم طيب معرش هنا هنا في حاجة اي تجربة وليدة لعمر بنبقى ليها اخطاق لان اخوة بالك هو انا مش 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 بروفيشنال ما وصلتش تدركت الاختراف انها بديل زبادل الدورة الانجليزية وانا اخوة بالك ان برده لسه الاداريين هناك يا رجل ده احنا الدورة المصري اللي هو الاعرى سعب تحصل في قيد الصفقات حاجات بنسمع عنها في الاعلام بالايدة الناس دي دي هل ده ممكن يكون عزر؟ او الموضوع بالذات في المبالغ دي حتى الان ممكن يكون عزر لكن لو تكرر الامر ده والناس حاست ان في صرف البذر مش محسول ايبه هنا السوشيال ميديا هتستمر في التريقة ووجهة البذر السلبية هتترصخ بالضبط بالضبط اما لو مضاده ما تكررش وتم تدركه وبقى فيه انا عارف ان بجيب مين امتى وليه ودوره ايه؟ لا اعتقد ان ممكن ان نعتبره عزر طيب هو عزر كلفك 70 مليون يورو طبعا ده اغلى عزر في العالم بس هنا السؤال التجربة السعودية دي يا عمر ممكن تتنقل للموحيد اصل ببقى فيه حاجة اسمها العدوى الايجابية يعني الدول اللي حوالينا سؤال جميل ده ممكن والله سؤال جميل لان كنت انا اتكلم عنه اصل تمام فيه نظرية سياسية اسمها تصدير الصورات ايه معلش هنخرج بالسلسة ونرجع تاني تصدير الصورات دي فكرة انه بتحصل صورة في منطقة بتحصل في البيئة اللي حواليها ممكن بشكل مخطط لي وممكن بشكل عشوائي ايه ده تقريبا اللي حصل في ما يعرف بالربيئة العربي بغض النظر هو ربيئة ونش ربيئة يعني في ناس بتختلف بس اللي حصل ان الصورة حصل في الارض في تونس ايه 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 اللي جاب القلعة جنب البحر هقولك ايه طبعا الخطة السعودية دي محطوطة قبل كده بس انا بكلامك في التصارق اما شوفنا قطر اكي نجحة في تنظيم كاس العالم وازاي اسمها بيطلطت في كل حتة ونجحها ده اوهر الجميع غزب عنها كانت بتقول طب ما عندي نفس الفلوس ما عندي نفس البترول ما عندي دولة اكبر في المساحة واكبر في الامكانيات طب ما اعمل نظم كاس العالم طب عايزة نظم كاس العالم طب مطور نفسي طب مطور الدوري طب معامل طب معامل ملاعب طب معامل فالموضوع تسرع جدا وخد المنحة نحن شاهده ده قبل ما يمر السنة على كاس العالم 2022 كوردة حصل لو انت جت بعد كاس العالم انتهت قلت لي كمان تسع شهور هيكون الدوري سعودي في مانيه ورونالدو وبنزيمة حدك نصدق مستحيل حدك نصدق التسرع حصل بعد كاس العالم ثاني حاجة بس الفكرة كانت موجودة قبل كاس العالم اللي هي رؤية 20-30 فكرة كانت موجودة بس القطاع الرياضي تسارع في شجعه تجربة 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 ده رائي مكرة العقالة ثاني حاجة الانجاز اللي عمله منتخب المغرب في كاس العالم هو مين اغنى ومين اكثر امكانيات المغرب ولا السعودية بمراحل فازاي المغرب تعمل كده ولا انا ما عملش هي دي غيرة محمودة فليه المغرب تعمل ولا انا ما عملش فزي ما المغرب راحت جابت أوشان روبرتس اللي كان المدير الرياضي الويلز واللي عمل تاريخي ويلز سعد كاس العالم مرتين مرة في 58 وخمسين والمرة ثانية قتلت وعشرين سعدت ليه؟ لان في راجل اسمه أوشان روبرتس هو اللي بنى جيل قدر انه ينقل الكرة الويلزية في طريق تاني خالص وهو اللي خلاهم يسعدوا يولو مرتين وربعة في 2016 و2020 اعتقد وكمان في اول مرة يسعدوا يولو في حياتهم صعدوا القابل النهائي منتخب ويلز ده منتخب المغرب جابه وقاله تعالى زي ما طورت منتخب ويلز تعطور منتخب المغرب جابوه في المغرب الراجل اشتغل كان نتاك شغله اللي حصل في كاس عالم ان المغرب قدت المستوى ده وعمرت ده هو كان مسك الاتحاد السعودي ومسك منتخب المغرب ده كان مسؤوليته في السعودية طيب انا هجيب ايمينالو اللي كان المدير الرياضي في تشيلسي يطور للكورة السعودية ودورة السعودي اللي الفكرة ممكن تكون بذرتها كانت عند المغرب لا بس خلينا ايمينالو كمان ببعينك ذكرته ده راجل بس مش في تشيلسي ده راجل كشف رهيب عينه ده راجل هو مكتشف محمد صلاح هو اللي جاب محمد صلاح في تشيلسي هو اللي جاب نجوم كبار جدا كويس انك سألت السؤال ده بقى لان انا كنت اتكلمت عن الخطة وقلت لك في بداية البودكاست قلت لك هنا نتكلم مين اللي هينفزها بس الكلام خدنا وما اقول لك مين بقى اللي هينفز خطة الدول السعودي اللي هي كانت من ثلاث بنوت رئيسية راجل عمل ثلاث البنوت دول قبل كده في تشيلسي ونجح هو ايمينالو هو كان رئيس الكشفين في تشيلسي عمل مجهود جبار ونجاحات عظيمة في عينوهم دير رياضي رقم واحد طور العمل الاداري وقعد هيكلة اكاديمية النادي بالكامل اول حاجة النشئين بص على نشئين اول حاجة في الخطة السعودية تطوير العمل الاداري في الاندية وجعله احتراف ثاني حاجة انه جاب لعيب اكبار من اندية كبيرة راح جاب فابريجاس من برشلونة مثلا جاب كانت من لستر سيتي بعد من لستر سيتي خدت دوري راح تشيلسي خدت دوري مع شلسي تمام دي كالتاني حاجة التعاقد مع لعيب اكبار ثم ده اني نقطة التانية في الخطة السعودية ان احنا نتعاقد مع لعيب اكبار ونغبط اللاعبين في العالم النقطة التالتة جاب لعيب اصغيرين محدش لسه يعرفهم اوي في اوروبا زي مين؟ هلنا اديك مثال عقود محمد صلاح من بازل السويسري راح جاب دي بروين جاب كورتوة ولعب اكتير مين كورتوة دلوقتي احسن حالس في العالم تقريبا مين دي بروين احسن صنع على عطل العالم مين محمد صلاح احسن جناح ايمن في العالم دول كان الروبي اللي جابهم كده وهم لسه يعني بازلتهم طبعا ما كان حصلت مشاكل اللي لاعب واللي ملعبش بس يقول انه عنده نظرة ساقبة عنده رؤية نفتكر بقى التالت باند في الخطة السعودية كان ايه؟ كانت موضلي عقب الناشئين ونزل بمعضل الاعمار يبقى عندهم 16 سنة يلعبوا في دور السعودي فهو هيقضر ياملنا فالثلاث بنود المطلوب منهم في السعودية عملهم قبل كده فعلا في تشيلسي ونجح فيهم فهم عرفوا يجيبوا الشخص المناسب خلينا اقول لك على حاجة كده تشغلني وعايز اعرف رأيك فيها السعودية جابت برضه لعيبة كبار في السن او لعيبة نقدر برضه نقول ان هم مستوىهم قل يعني بص رونالدو في المينو يعني اللعيبة دي برضه كان الدوق بدأ يخفت عليها السن الفتاة او مستواها وقدرتها تهدفها عالة كتير هل دي جايبها الاسم بس؟ او اغراض تسوقها بس؟ او فعلا جايبها علشان تشدوا الكرة السعودية القدامة هذا السؤال بيتسئل فعلا انا بصراحة مش بشوف ان هم جايبين لعيبة عواتيس هو العجوز اللي قدران هي عجوز عجوز هو رونالدو واداءه في الملعب مش اداء واحد عجوز لكن لعيب مثلا عنده اثنين وثلاثين سنة او اثنين وثلاثين سنة بروزوفيتش عنده تلاتين سنة اليكس تلست تلاتين سنة ده بالعكس ده بيقولك ان دي فترة التلاتينات بداية التلاتينات دي ده قمة الندج القاروي عند اي لعيب كور؟ خبرة ما عليسه صحيح بزبط كويسة عندك بقى لعيبة كتير جدا تحت التلاتين اصلا لا بس خلينا الكلمة عن فرمينو مثلا فرمينو بقاله فترة مش موفق كان في ليفربول هل مثلا انا استخدم لعيب زداء هندرسون مثلا هل انا بنق الخبرات؟ او بجيب لعيبة لاغراض تسويقها؟ او بجيبهم فعلا لكي انا شايف فيهم لعيبة تقدر تتحقق لي هدفه وتلجئ على مستوىهم تاني معاك هو الحاجتين وكمان انا بجيب اللعيبة اللي هتجيب لي رجلي باقي اللعيبة هو رونالدو كان ايه؟ رونالدو اه هيديف للدور السعودي هو ده المغناطيس هيجيب لي رجل اللعيب التاني يعني حاجة غريبة جدا اي حد دلوقتي بعد ان واحد بحجم رونالدو يروح الدور السعودي لما اجد ان اروح الدور السعودي يا عم درنالدو جلت قادره يلعب هناك هتجي تلوم علي بالعكس دخول رونالدو قرار رونالدو الجريء انه يلعب في الدور السعودي ده سهل الموضوع قوي على اللي بعده وكان في ناس بترفع بعد رونالدو دلوقتي يبقى الهيجي يرفع ده يقول ايه؟ ده بقى فيرونالدو وبنزيمة ونيمار ومانيه ده دليل اكبير ده كلهم جوا وياسين بونو بقى على مستوى الحراسة ومنديو ده كلهم جوا يا باشا مستنين هم كلهم اصلا نجوم في فراغهم طبعا وفي انتخاباتهم واسمو المسمع زي الطبل في العالم كله يعني الموضوع يعني يعني انا بقول لك والله خليني تاني انا كل ما اتكلم وافتكر الموضوع ده ببعيز اقول شابول السعودية وسقف لها كده والله العظيم حاجة يعني حاجة يعني بنتفكر فيها كده هو اللي بيحصل ده ده هم حلم تقريبا في السعودية بيعشوه ينفذوه واحنا لسه في الحلم ده على غد الوقت التاني بيقول لك انا مش مستوعب انا لو روحت عملته عمره او حد بيشغل في السعودية ممكن يطلع الروح يتفرج عادي عن النجوم ده عادي جدا يروح يتفرج كده ويتلقهم عادين كده شايفهم رؤية العين كده قدام حاجة غريبة جدا النجوم ده عشان كنت تتروح لها كنت لازم تركب طيارة و تقشرة شنجين و احوار يا احوار عشان ترف تروح لهم وفي فايدة كامل تانية كمان من الموضوع الفايدة دي انت كنت تتكلم فيها من شوية ان ده هينتقل للمنطقة كلها ايه اللي هينتقل للمنطقة كلها المنطقة كلها مش معا نفس الفلوس بس ايه اللي هينتقل للمنطقة كلها ان فكرة التطوير هتشمل الدول العربية يعني الوقتي هتلاقي مصر ما ستقول لك انا هنقل المتشاط بجودة اتشي دي طبعا انا مش هسمح بالتحريك ليه لان انا خلاص بقى جنب الدور السعودي انا برضو انا شئولي لان انا دوري عليك في المنطقة فهيبتدي احسن الملاعب عشان كده لما اعلامي سعودي مثلا طلع تكلم عن ان احسن دربي في الواطن العربي بقى دربي السعودي ليس دربي المصري طلع احد المسؤولين المصريين في تويتر ليس مسؤولين بس ده في ناس كتير او منهم ومنتحاد الكورة واعلاميين ورادين سبقين فهو بصراحة يعني كويس ان انت اثارت النقطة دي وهو بأمانة اللي انا شفناه من الهلال والنصر يعني احنا ممكن نوصل لده حاليا صعب جد فاكر الغيرة المحمودة اللي كان معنا قليلا في غيرة محمودة هتحصل في مصر انا متأكد من ده وهتحصل في دول كتير عربية هتخليهم يعلوا بالليفي مش هيوصل للليفي للدول السعودي لان كده كده مش معاك الفلوس اللي معاهم لكن مش صعب جد مش صعب ابدا انك بجيب مخرج كويس يعني بس احنا برضو يعني النقطة اللي انا اريز اقوله هنا ان التعصب ماخدناش يا جماعة هو الراجل تقليبا مغلطش لما قالك ان الدول السعودي دلوقتي او الدرب السعودي يعني بامانة باللي احنا شفناه في اخر ماتش ده ده احنا باشا ممكنك هبصوملك يا باشا بالعشرة يعني ده الموضوع مرعب ايه ده ايه اللي بيحصل هناك ده وايه الكورة دي هو الكلام الكلام ساعتها كان على ايه اكتر ديربي هيسمع برا ارضه دلوقتي يعني بص خلينا نكون يعني حقيقي وده متوقع كم قنابة او كم دولة او كم شركة اشتريت حقوق الدول المصري يعني خلينا يعني حتى على الارقام هو الدرب ده هيتشاف كل حتة في العالم هيتشاف كل حتة في العالم وخلي بالك الموضوع برضو هياخد وقت فهو ممكن السنالي فيه ناس تكابل مش هنشوف سنة في الثانية في الثالثة لو المشروع استمر انا بتكلم على صعيد المنطقة عمر انا بتكلمش طبعا مش اقول لك نوع اقوى ديربيات العالم بس بتكلم على صعيد المنطقة بتاعتنا فعلا لو هنيجي نتكلم الديربي السعودي طبعا بالضبط فعشان كي اقول لك ايه اكتر ديربي مسمع خارج ارضه دي لان المصريين طبيعي هيتابوا الاحلي والزمارك طبعا احنا بنتكلم مثلا مواطن ليبي مواطن عراقي بالضبط هيبقى اهم من الزائل طبيعا ان هو هيتفرج على دوري السعودي بالضبط فانا شايف ان دي حاجة متهائلة ما تزعلنا متجرحش قربة الكبرياء حاجة منطقية حاجة طبيعية وبالعكس تاني اقولها تاني انا شايف يا عمر ان دي والله حاجة تشرفنا كلنا بوجهة نظري لان في الاول الاخر دي دولة عربية موجودة جنبك دولة الدول الشقيقة انا بقى عندها كم النجوم دي يعني دي حاجة بالعكس دي حاجة مبهجة ومفرحة جدا وحاجة فاقلا فاقلا انا بقول لك تاني كل شوان انا انا موجود بالسعوديين بيعملوه على فكرة حتى لو مش كده حتى لو نقص المضوع بالشكل برجماتي نافعي تمام اللي بيحصل في السعودية ده هيطور كرة القدم المصرية هيطور كرة القدم العربية هيخلي كل البيضة العربية عايزة تروح في مكان تاني على قد امكانياتها فهتبطي تلاقي الأمور اختلفت هتلاقي الدوريات انت عاشت فده هيفيدك انت حتى على المستوى النافعي انت هستفيد منه في المطورة العربية هتحتك باللعيبة يعني لعيبة انت كان مستحيل تقابله بغير في كاس العلم في الانداء انت لو ربنا قرمك وصعدت كاس العلم في الانداء اصلا كان ممكن تقابل اللعبة دي في اي حتة ثانية لا ومقابلتهم ترفع مستوىك طبعا طبعا شوف ماتش الزمالك كان مع النصر ايه ده اين المستوى للعيبة الزمالك دلوقتي بيمر فترة من اسوأ شوف يا اخي قدام النصر عملت ايه موضوع كان غريب جدا الناس عادوا تقول لك انتم شاطرين ده مش ماتش ده بطولة انتم جمدين او كده كنت في الموسم اللي فات حاجة كانت غريبة جدا لانك تقدر في ماتش واحد كوي تستجمع كواك عشان انت حاس انه بطولة مش مجرد ماتش ده انا هلعب رونالدو من ايه وساعات ساعات ساعات اللعيبة من جواها هو يعني رونالدو ده بربع رجول مثلا بالظبط او بيحفزك يعني او بيحفزك يعني انا هزبط لرونالدو نفسه ده انا يعني حوثام عبد المجيد تقريبا كان حطه في الجيب يعني حاجة غريبة جدا فانا شايف ان التجربة دي زي ما انت قلت كده اصارها الايجابية هكون ممتدة للمنطقة كلها اخيرا بقى وعايز اقول لك تقول لي تقييمات كده سريعة ايه احسن صفقة في الدول السعودي جابوا ناس كتير او يا عمر انت شايف اكتر صفقة مؤسرة وتتوقع لها انها هتعمل بوم بوم قولا واحدا ومن غير ما افكر يابقى كريستيانو رونالدو هو اهم صفقة كده الدول السعودي مش بتكلم على قيمته التسوقية ولا اسمه اتكلم على اداءه في الملعب اداءه في الملعب انتجبت مثلا في الهلال نيمار نيمار لعب جاد جدا مهوبة لكن اصاباته كثير لانه مش مهتم بنفسه مش مهتم بتكينه العضلة مش مهتم بينام امتى ويصح امتى ويشرب ماء لكن هونالدو مهتم انا اكتر مهاجم بيحبه في العالم لانه مهاري جدا انا احب المهاجم المهاري احب المهاجم اللي يعملي لقطة حلوة مش بس يسجل هدف احب اللعب الحريف عموما في اي مكان في الملعب لكن المهاجم اللي يكون حريف احبه اكتر لا هو مصاب دلوقتي لانه ليس مهتم بنفسه ليس مهتم بنومه باكله بشربه اكتر واحد محافظ على نفسه على تركيزه وعلى اليقته وعلى شغفه هو ينزل الماتش شغوك يعترض على الحكم يتبدل يشوط السندوق هو مركز انا عايزة لعب وعايزة اكل النجيل وعايزة احقق ارقام ويطلع يدفع على الدولة السعودي وغلباك هون منافق هو ساعت بس همتلك مرتين هجم ارضية الملاعب هو مش انسان منافق لكن هو دايما عنده فكرة انا انا رقم واحد انا هفضل رقم واحد انا هكسر ارقام انا في رأيي مازال رونالدو هو افضل صفقة ضمن الدولة السعودي مش على مستوى الاسم ولا على مستوى الاسطورة طيب يا عمي تمام افضل صفقة ولا انت مش عايز تلتب اسليع انا متفل معك انه الانالدو جامد مفيه صفقات تانية انت شايف انه تعمل بوم لا كلها صفقات رائعة يعني بنزيمة مسر انا مهتم جدا ببنزيمة ان انا اصبار شخص محبه فعلا ممكن يكون راكب اتنين فعلا مش ممكن يكون بس تحسوا ان كميوده مش متزبطة لسه مع الموضوع حاجة غريبة اوى ده انا سمعت ان فيه خلافات بينه بالمدرب والمدرب ما كانش عايزه والمدرب يقول ده بالدد يا راجل جالك بنزيمة يا راجل وتقولك انا مش عايزه وبرضه انت بتلاقي اللعب كبير والمدرب كبير اللعب اسم والمدرب اسم فيقدر يقول انه انه سنته اللي جبت الدوري السنة اللي فاتت انا مثلا مش عايز بنزيمة او مش مش عايز بنزيمة في بعض المشاكل ممكن تتحل ولسه بيشارك وبيلعب اساس عادة لكن لو بنزيمة على مستوى نفسي تقبل الامر وابتدى يشارك ويلعب بزهن صافي اعتقد سيبقى رقم اتنين بعض رونط اعتقد طيب وده برضو حاجة مقدرش احكم على بشكل نهائي تمام انا بس بلدي توقعات كده ان الصفقات دي يعني اللي اقصده ان الصفقات اللي الدفع فيها المئات الملايين دي انا يعني مكرتش للشوق انا شايف ان في منهم ممكن يقدر يعمل ارقام كويسة جدا ياسين بونو مثلا يقدر يعمل ده كان متقلق جدا في اخر ماتش في الديربي ده كان شالكوارب الطول والعرض ايه ده يعني انا متهيقل له لا ده كان الموضوع كان شال الفراد هايل وعمل شغلة جامعة يعني لا واضح ان هو جاي هو في الطوب ليفل يعني ده جاي عايز يعمل تاريخ كان حماسه غريب جدا ومستوى وتركيزه كان لافق جدا ان هو مش جاي هزر اصلا فيه ناس بيقولك ده جاي من دوري يعني قوي لدوري اقل ففي الغالب يقولك فيه نعكاس كده يحصل انك ايه هتريح بس اللي احنا شوفنا ده مريحش ده كان بيه في كل حتة ده كان بيتير في كل حتة لا هو كل اللعبة اللي جد دي هتعمل فارق وهتصنع فارق ما فيه شك وهتعلب الدور السعودي على مستوى كمهة التسوقية وعلى مستوى الاداء اللي في المرحب وكمان هترفع من مستوى اللعبة اللي بتلعب جنبها السعوديين المحليين وهترفع المستوى اللي اللس هيتطلعو يشفوهم ويختلطوا بيهم ويشاركو معاهم فعلى كل اسعدة اللي بيحصل بالسعودية ده مفيد مش مدر واعتقد ان نسب نجاحه قد تكون اكبر من نسب فشله ما اقدرش اقلو انه هينجح ما اقدرش يحسب انه ينجح فيه اخطاء لو حصرت ممكن تدمره وايه حاجات لو حصرت ممكن تدعمه لكن نسب نجاحه حتى الآن حتى اللحظة النتائج نسب نجاحه أعلى من نسب تشاله شكرا شكرا يا عمر أنت فتنا في حاجات كتير جدا ونتمنى أن في كل فترة كده نحاول نزبط على الدور السعودي بالذات لأن فعلا أنا شايف أنه هو هيبقى حديث العالم مش حديث نحن بس هيبقى حديث العالم ممكن يكون خلال الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله يا ماجد ومبسوط أن أنا قضيت معك الوقت اللطيف ده شكرا جزيلا يا صديق العزيز شكرا جزيلا وشكرا في بوكاستك جيد مع السلامة